وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في العملية الانتخابية لتوفير سبول الإتاحة داخل لجان الاقتراع وذلك بحضور القاضي أحمد عبد العظيم مطر نائب رئيس محكمة النقد والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ويتضمن البروتوكول تحديثا لقاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لمشاركاتهم في الانتخابات ووجود أماكن تسهل عليهم عملية الاقتراع بالإضافة لوجود مرافقين له فضلا عن تثقيفهم في عملية المشاركة السياسية الهدف من البروتوكول التعاون هو بشكل من الأشكال متصق مع رؤية القائدة السياسية في نطق العملية الديمقراطية وفيه أن يشارك الجميع في الممارسة حقوقهم السياسية بحق الترشح وبحق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية والاستفتائات والحقيقة يعني إحنا بنشوف إن إشراق الأشخاص ذوي الإعاقة من أولويات الدولة لخدمتهم ولمساواتهم بغيرهم من المواطنين مش بس الأشخاص ذوي الإعاقة لحقيقة كافة الفئات المحلية يمكن الفترة القادمة بيشهد التعاون ربط شبكي أكتر تعاون في الإدلاق ببيانات من وزارة التضامن من قواعد البيانات اللي بتجمعها سواء عشان بطاقات الخدمات المتكملة أو كافة خدمات التأهيل والدعم النقدي هو متعلق بقاعدة بيانات النخابين الوطنية طبعاً بيعتبرها المنط بيها الإشرافة على العملية الانتخابية وإعداد قاعدة بيانات النخابين يما جداً لتكون قاعدة البيانات تشمل على الأشخاص ذوي الإحتاجات الخاصة لتيسير الأمور لهم أثناء العملية الانتخابية وتمكنهم من مباشرة حكم السياسية فكان اللقاء والتعاون بيننا وبين معالي الوزيرة النهاردة وزارة التضامن على أن نتبادل البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإحتاجات الخاصة لتكون في تحديث دائم بيننا وبين الوزارة وفي نفس الوقت بنبادل الوزارة للبيانات والخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإحتاجات الخاصة لكي يتم التعاون في هذا الأمر وتسير والتيسير لهم أثناء إن شاء الله مباشرة العملية الانتخابية